شكراً لجمعنا هنا في مصر وكذلك أيضاً نحن الآن ساعدنا جميعاً برد هؤلاء المختطفين لكن أنا أقتطهم حماس هناك الكثير في قطاع غزة يعانون كثيراً بسبب عدم الوصول إلى المياه وعدم تقديم المياه إلى أطفالهم وأننا نخاف من أن يكلف هذا الصراع المزيد من الضحايا الليء العالات هناك عائلات في لبنان قرقون من جراء تصاعد هذا العنف في المنطقة وفي أيضاً هناك العديد من حالات الخوف في هذه المنطقة ولعني أكون مباشرة معكم هناك لا شك أن كل المدنيين يجب حمايتهم ويجب معاملتهم على حد سواء وكذلك أيضاً يجب أن أكون واضحة وأقول بأن سبب هذه المعاناة هذه المعاناة التي حضرتنا جميعاً هنا معاناة الفتيات الصغار والأمهات يجب أن تنتهي أن حماس هي التي قامت بعمل إرهابي ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر وقامت بأبشع الجرائم هناك ومثل أي دولة أخرى في هذا العالم فإن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها ضد الإرهاب في إطار القانون الدولي ولذلك فإن حكومة ألمانيا تقف بصمود مع إسرائيل إن بالنسبة لألمانيا فإن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض أيضاً من الواضح أن هؤلاء الذين نفذوا هذه العمليات الإرهابية لا يتحدثوا نيابة عن الشعب الفلسطيني ولكن يتحدثون نيابة عن أنفسهم إنهم يتحدثون بلغة الإرهاب إنهم علمهات الفلسطينيين والأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من عدم وجود المياه لأطفالهم لا يتحدثون بلغة الإرهاب إن هؤلاء الأشخاص في قطع غزة وفي لبنان وفي الأردن الذين هم الآن في حالة خوف شديد من تصاعد الموقف إنهم لا يتحدثون بلغة الإرهاب نحن هنا في هذه الغرفة لا نتحدث في لغة الإرهاب نحن هنا في هذه القاعة نتحدث بلغة القانون الدولي وكذلك أيضاً وننشد جميعاً من أجل السلام هذا هو العام الذي يوحدنا وفي هذا الصدد فإنني أدعو الجميع إلى الوقوف ضد الإرهاب وإنني أدعو الجميع أن يميز بين الإرهاب وبين السكان المدنيين الأبرياء في كل وقت وفي كل حين ولذلك فإنني أيضاً أدعو الجميع عدم نشر روح الكراهية لأن هذا هو الذي تدعو إليه حماس وهذا ما الذي تريده حماس حماس تريد المزيد من التصعيد في هذه المنطقة وتقسيماً هذه الخطة الإرهابية لا يجب أن تنقح لذلك فإن الحرب ضد حماس يجب أن تستمر ومع الأخذ بالاعتبار الموقف الإنساني والأبرياء من السيدات والرجال في قطاع غزة لذلك أيضاً يجب أن نكثف من جهودنا لمساعدة هؤلاء الذين هم في حاجة إلى المواد الغذائية ولذلك فإن كندا قامت بتضعيف مساعدتها إلى غزة إلى 50 مليون دولار ولذلك فإننا نشجع كل الأطراف في المنطقة الإنضمان إلينا في تقديم الدعم اللازم لقطاع غزة إنه من الهام جداً أن نقوم بتعزيز جهودنا الإنسانية ومن المهم جداً توصيل هذه المساعدات إلى غزة من خلال معبر رفح وإنني أود أن أشكر الحكومة المصرية وشركائنا الأمريكيين والأمم المتحدة لجهودكم والتي بدلتموها في هذا الصدد ولكننا أيضاً نحن نعلم أن هناك المزيد من المساعدات للحد من هذه المعالنات وأنا سعيدة أيضاً أننا اتفقنا جميعاً في هذه القاعة بأن هذه المنطقة تحتاج إلى عملية سلام جديدة تسمح الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش جنباً إلى جنبهم في سلام وفي أمن في دولتين مستقلتين ذات السيادة وهذا يبدو هو الأمر الوحيد والحل الوحيد السلام العادل والشامل يعني في طبيعة الأمر هزيمة حماس والخطة التي ترمي إليها وأيضاً حماس التي ترفض دبلوماسية وكل العامل الإنسانية لأن قد قاموا باختطاف سيدات إسرائيليات وأيضاً اختطفوا أن الأمهات والأفراد في قطاع غزة وفي لبنان والأردن بحاجة إلى مساعدتنا اليوم إنهم بحاجة لأن يقوم المجتمع الدولي بالتحدث بلغة السلام شكراً